السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وسكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله بدينا بالفيديوهات الحلوة فيديوهات الجميلة فيديوهات الأدوات المنزلية الاطباق بقى والحلل والكسات والليلة اللي انتوا عارفينها دي بمناسبة شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين أنا النهاردة فين في زاوية الهزاز زاوية الهزاز يا جماعة اللي في حي تقريبا كده حي المنهل اللي هي مقابل يوم بيوم بسم الله ما شاء الله عندهم حاجات حلوة جدا فأنا قلت كده نيجي ايه نتمشى وناخد فكرة وانتوا تشتروا بكرة إن شاء الله بإذن الله بدنا بالاطباق الجميلة دي زا ما انتم شايفين كده أسعارها من عشرين ريال لتمنتاشر لتلتاشر لخمستاشر لعشرة لخمسة أرخص حاجة شفتها هناك بخمسة ريال بس الصبمة ده حكم بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة إزاي مع رفس شكله جميل برات زي زي برات كده بس هو بيتحط فيش شاي بعد ما يتسوي يعني ودي طباق بيضة ميلامين بستة ريال وخمسة وتسعين هللة عندهم بسم الله حلوة الدلة دي الدلة دي صيني تقيلة بسم الله بحاول أشوف سعرها بسم الله زي ما انتم شايفين أنا بديت معاكم من المكان اللي فيه الأطباق بسم الله طبعا عندهم تشكيلة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين كده مسطح وعادي زي ما قلت لكم إلقى سعرها عشان برضو ما ناخدش وقت كتير ونبدأ نشوف حاجات تانية حلو السيرفيز ده طويل ينفع للسمك 21 ريال وخمسة وتمانين هللة ممتاز ممتاز بصراحة حلو زي ما قلت لكم إن شاء الله بإذن الله الإسبوع ده والإسبوع اللي بعده ناحيانا رب العباد وكلنا من العيشين هيبقى أغلب فيديوهاتنا يعني إيه جوالات كده في محلات الأدوات المنزلية في محلات المواد الغذائية نشوف الدنيا فيها إيه ونشوف الأسعار عاملة إزاي وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله عندهم تشكيلة هايلة نروح الجهة التانية شوفوا ده جدر الضغط القهربائي وبرضه عملت جوالات في بن شيهون يعني هتعجبكم الفيديوهات إن شاء الله بإذن الله حلو الأسود ملك الألوان بتسعتاشر ريال ومش عارفة كم هللة أراك غالي خليك مكانك مش عارفة يعني هو عشان يسود مثلا يعني حداشر ريال ونص ده الأصغر شوي نشوف دي حاولنا نشوف الساعة أربعتاشر ريال وخمسة وتمانين هللة يعني بصوا هم عندهم حاجات حلوة اللي بيفرق ده الإزاز ده اللي بخاف منه سبحان الله شكله حلو بسيخة وفا 24 ريال مكانك أصلا لو الدوني إياك بريال مش هاخدك حسن ياخده هينكسر على طول اللي بيميزي الهزاز عن بن شيهون سبحان الله بن شيهون بيعمل تخفضات وبيعمل عروض صراحة للأمان الهزاز بقى ما بيعملش بيحط البضاعة وانت بكيفك تشتري ما تشتريش انت حرين بس ما عندهمش لا تخفضات ولا عروض ولا الكلام ده ما لهمش فيه حلوة بتاعت الشربة دي ما شاء الله بعض الحاجات هناك شفتوا دي بتاعت المكسرات برضو حلوة وسعرها أعتقد حلوة برضو سعرها 10 ريال حلوة ممتازة على فكرة ما شاء الله احنا دلوقتي لسه في القسم بتاع الأطباق والحاجات اللي انتوا شايفينها دي والحاجات بتاعت التقديم بتاعت المكسرات زي ما انتوا شايفين كده والمقبلات والأطباق دي شكلها حلو برضو بكام بـ 12 ريال يا لهوي أراه غالي آه الطقم منه بـ 80 مش عارفة الطقم عبارة عن إيه يعني ده الميلة مين آه الـ 6 بـ 8 ريال الـ 6 6 مقلسوق لا أفضل أي حاجة عليها سوار بني أدمي طبعا كي الأقربال ده زي ما انتوا شايفين شكله برضو حلو خمسة ريال وخمسة سبعين هلا لا هي دي الحاجة الواحدة اللي شفتها هناك بخمسة ريال وخمسة سبعين هلا لا بس عندهم حاجات حلوة شفتوا الصواني دي صواني تقديم كده فيها فخامة فيها الشياكة نظام بقى المريا والمدهب دي بقى إيه لما يكون جاي عريس لواحدة بتاع نجيبوا الحاجات الحلوة دي بتاعي مش حد هجيب الحاجات دي أكل فيها يعني ما أعتقدش نجيبها للضيوف صح كده صح كده المجات ده قسم يعني كان الناس اللي بلاقي في ناس كتير ما بروحش ما بدخلش فيه عشان ما دقهمش ده قسم البراريد والدلات بتاعة الجهوة والحاجات دي خلونا نشوف الأشكال اللي عندهم يعني جريبة من اللي ببين شايهون ده كبير سعره كام بسم الله بحاول أشوف سعره سعره 47 ريال 47 ريال بس كبير ما شاء الله يعني الله الأحمر اللي أنا ما بحبوش سيم سيم صديق 49 ده ك47 وده عشان أحمر 49 في الفضيات بقى اللي انتوا شايفينها دي بسم الله ما شاء الله بس البراريد الملونة دي حلوة الله اسويت في ذهبي كم سارك يالله ما صلى عن النبي 69 ريال عليه الصلاة والسلام عندهم تشكيلة حلوة من البراريد زي بنشايهون يعني ما يفروش عن بعض كتير شفت دي لفتت نازل أنا فكرتها من الخوص بتاع النخل لقيتها بلاستيك بس مش عارفة سعرها فين خيلي لقيتها بلاستيك شكلها من بعيد تفكروا انها خوص لكن هي في الحقيقة بلاستيك بس شكلها جميل ما شاء الله طبعا عندهم تشكيلة كبيرة عندهم الحاجات اللي فوق دي حاجات الشعبية بقى اللي معمولة من من الجريد بتاع النخل أنا بحاول أشوف السعر بس مش لقيالها سعر بسم الله ما شاء الله طبعا عندهم قسم للجدور بعد شوية هنمشي ونشوفه حلو برضو الطقم ده بس ما كانتش فيه أسعار هم فيه حاجات عرضينها كده بس معلها السعر ما شاء الله دي بقى يا جماعة أطقم البهارات حاجة كده بصوا فخر من الآخر معلكم في ان الأسعار شوية بس الشكل جميل بسم الله ما شاء الله من تسعة وتسعين ريال وانتو طالعين اللهم صلى عن النبي آه كام يا معبو تسعة وتسعين ومية بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتو شايفين كده بس فيه فخامة بصراح كلهم على سيستم واحد أربع صغيرين وثلاثة كبار زي ما انتو شايفين تسعة تسعين ريال مية واحد فيهم حاجات حلوة بصراحة يعني طبعا زي ما انتو عارفين ونفضلش أي حاجة عليها وجوه بني أبمين خالص شفتوا ده برضو حلو الطقم ده أربع صغيرين وثلاثة كبار زي ما انتو شايفين كلهم على السيستم ده أربع صغيرين وثلاثة كبار تسعة وتسعين مية مية وتلاتة مية أربعة مية واحد فهل حدود ما شاء الله حلو شفتوا دي ده حلوة أوي بسم الله ما شاء الله ده مية سبعة واربعين آه الحلوة لازم الحلوة لازم يبقى غالي الدنيا كده يا جماعة ده ستايل تاني برضو كل دي قطكم بهارات بسم الله ما شاء الله حلوة جميلة صراح شكلها فخم للأمانة شكلها فخم الله الأسود الأسود ده العشق على طول جميل مية اتنين وتمانيين شفتوا العشق العشق طالع في العالي لهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام أبيض في سود بقى ولاخدر اللي غطاه خشب ده والحاجة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي مية اتنين وتلاتين بسم الله ما شاء الله شفتوا فخامة فخامة ما فيش كلام القطكم دي كلها موجودة فين يا جماعة دي موجودة في زاوية الهزاز اللي هو مقابل يوم بيوم بسم الله ما شاء الله آه ميتين تمانية وستين ده سيناميك لهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام آه حاجات الجهوة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها ده القسم بتاع الفويل والحاجات اللي هي بتاعت السفري والحاجات دي آه نشوف بقى الايه الجدور الاستلس عندهم اتقم عليها عروض هوري مش عليها عروض لا اتقم كاملة ده لو عندهمش عروض خالص تلتمية وستين ريال بسم الله ما شاء الله كم بقى واحدة هوري كل تحت على فكرة السعر ده بتاع الكرتونة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس جدع خمس قطع بتلتمية وستين ريال حلوة على فكرة حلوة الاستلس معروف ان هو غالي وعلى فكرة حاجات تقيلة آه دي هنا مش تابع دول نحطها تابع اخوتها التانين بس نزبط الغطأ ونحطها مع اخوتها شانا وري كل تحت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك القدور دي برضو حلوة يعني شكلها جميل بابقى شوف ناس كده اللي عندهم قنوات على اليوتيوب بيطلخوا فيها شكلها فاخمة بس مش عارفة نظامها في الطبخ ايه خمسمية وحاجة واربعين هي حلوة بس خليها مكانها خمسمية طب صلى عن النبي تعارفين الاستلس ده اللي هو على حاجة آه هو جميل وحلو في الطبخ فخامة بصراحة بس غالي انا كنت جايبا من الرياض والله العظيم زي ما بحكي لكم زي ما بقول لكم كنت جايبا من الحراج الحراج ده اللي فيه مبدئا دي الحفزات بتاعت الكيكات والمعجنات والحاجات دي آه كنت جايبا من الرياض آه الواحد الجدر الواحد بعشرين ريال ايه الله العظيم وجدد وزي الفل وبطبخ بيه والاستلس غالي يا جماعة بس هو انضف حاجة في الطبخ ليه الامانة انا بفضله عن التفال والجرانيت والصيراميك والحاجات اللي انتوا عارفينها دي شفتوا دي حلوة قوي ايه ما شاء الله دي للكيكة لو الواحد عامل كيكاة كده كبيرة طويلة يجيبها ويحطها فيها فخامة بسرعة انا بدور على سعرها احيالا في حاجات عليها سعر وحاجات ما عليهاش عندهم تشكيلة هيلة من الحفظات بتاعة الكيكات والحلويات والمعجنات للامانة اه التشكيلة اللي عندهم احسن من بين شايهون بصوا في حاجات حاجات بين شايهون بيتفوق في حاجات ودول عندهم حاجات برضو حلو مش هتلاقوها موجودة غير هنا الله الله لهم صلى عن النبي عايز ان نشوف سعره اه تمانية واربعين ريال بس هو صغير بس نحاس هو النحاس معروف ان هو غالي انا جاي بواحد من محل ابو خمسة بخمسة ريال زي الفل شغال معايا بقاله تلات سنين ما قالش لأ زي العاسر اه بسم الله ما شاء الله شفتوا دي فخامة فخامة ما فيش كلام دي بتاعة النازل معاها فلوس كتير لهم صلى عن النبي لهم صلى عن النبي ما شاء الله ما شاء الله شفتوا شفتوا الحاجات الحلوة اهو الواحد حتى المشترافق ينبسط يتفرج وخلاص اه الحاجات اللي تحت دي بقى دي الصحفات يا جماعة بتاعة العريكة والعصيدة والحاجات دي اه سعرها خمسة وخمسين ريال تقريبا زي الاسعار اللي في سوق الثلات بيتبعوا في سوق الثلات هناك بس بتوع سوق الثلات كبيرة ما شاء الله احجام بتبدأ من ميتين وخمسين لحد خمسمائة ريال ده جدر بيتبع لوحده برضو من الحاجات الحلوة اللي عندهم ان عندهم جدور لو الواحد عايز يشتري جدر واحد يشتري جدر عايز يشتري طغم كامل يشتري شوفوا الاستلس عندهم اللهم صلى عن النبي 78 ريال واحدة تقيل تقيل ما فيش كلام شفتوا دي بتاعت التقديم تحفة تحفة ما شاء الله حلوة الحاجات المدهبة دي زي ما قلتلكم نكون الواحد مثلا واحدة جاي لها عرش ولا حاجة اه نقدم في الحاجات دي دي بتاعت العرسان حلوة جميل اللهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام انهم حاجات حلوة 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 فيش كلام يعني بس عايزة ايه عايزة فلوس عايزة فلوس كتير بسم الله ما شاء الله اه هنا انا كنت بشرب الشاي حطت الشاي وانا نتفرج دي صوان التقديم بقى والحاجات المدهبة والحاجات الفضية والحاجات بتاعت بنازل هاي 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 خالص يعني اه ام صلى عن النبي شفت الوزة والحركات والتقديم شايفين يا ولاد بسم الله ما شاء الله شاء الله تفرجوا يا ولاد اتفرجوا لهوي 2025 صنية لا دول 3 يا معبول حرام 3 مع بعض 2025 المدهب دل خطير خطير الواحد يعمله ويحسس عليه كده ويعينه على طول يخبيه دمع المياه لو ما تنشفش كويس حيروح يعني بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام ايه رأيوكو بقى حاجات حيل وصح حاجات جميلة ربنا يرزق الجميع يا رب اللهم امين اه ادينا خدنا فكرة قولي عايزي يشتري اشتري قولي مش عايزي يشتري اهدنا تفرجنا ومبسطنا ومجدعة منكو بقى لو وصل للحتة دي يدينا لايك كده انا عارفة ان انتو بتنسوا ربنا يسعدكو جميعا يا رب وكل سنة وانتو طيبين وان شاء الله بإذن الله لنا جوالات تانية وفيديوهات تانية في محلات الاواني المنزلية او الجدور والاطباق والحاجات اللي انتو عارفينها دي ما هي دي الشغل الشغل الوقتي الايه للستات الفلوس كلها رايحة على الموعين وعلى المواد الغذائية نبدأ بالموعين الاول نجيب الحاجات اللي هنطبخ فيها وبعدين نجيب الحاجات اللي هنطبخها ان شاء الله بإذن الله يا لهوي متين اتنين وعسرين اه خمسمية اتنين وعشرين متين مي خمسمية مش عارف اي ابي خمسمية ده ما علينا المهم ياولادين اعجبكم الفيديو فضلا وليس امرا شجعونا كده بلايك جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته